كما بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ببرقية تهناء لرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال دعيا الله عز وجل أن يعيده على الرئيس السيسي وعلى عمال مصر الأوفياء الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لإيمانهم الصادق بقيمة العمل في استكمال مسيرة النهضة الشاملة في ربع الوطن كي تنعم البلاد بالأمن والاستقرار والرخاء والخير ترجمة نانسي قنقر